ايه المشاكل الفنية اللي وجهناها المعرضة خلتنا نبقى بالشكل ده مشاكل الفنية واخطاء انا كان نفسي يعني طبعا يجينا عايز السور بس الهدف الاول للمنتخل الهدف الاول والهدف التاني نجيبه هتقولنا الشباب الهدف الاول والهدف التاني ليه حواريك احنا وقعنا في اخطاء في التمركزات الدفاعية اه اه ما ينفعش بص حضرتك احنا هنا المفروض بنلعب باربعة اتنين تلاتة واحد طيب الهدف الاول الراجل اللي طلع بيقع الكورس على الخط مفيش حد ضغط عليه عمل الكورس بص حضرتك هترجع الراجل دخل واستلم وراح بالزبط كده انا عايزك وكورة بتتعامل الكورس يا كابت الكريم عايز العيب الخطير اللي بيقع فيه ايوه هو ده كل لعيبة مصر حتى في الدور المصري ما بنتعلمش ابدا منه ان يعنينا كلنا هالكورة كأن الكورة دي هتروح من الكورس ده تخش جل واحدة وكأن الناس اللي هتجيب الكورة دي مش موجودية اه مفيش منافسين دول منطقة مفيش حد مأم من الناس اللي بتخش يعني لا عبد المنعم ماسك ولا حجازي ماسك والرجل طلع بمنتهى الارتياحية ما بين الاتنين بين الاتنين وحط الكورة بمنتهى القوة في الهدف فده هدف مينفحش يوع فيه شوف حضرتك طالع بمفيش حد مدايق وحط الكورة بالتوجيه وبالقوة اللي فشل الشناوي التوجيه والقوة دي عشان ما حدش مدايقه بالزبط اللي أنا براحتي بقى وديها زي أنا عايز فبالتالي ما ينفحش دفاعه وشوف حد عدد عدد لعبة منتخب مصر جوه الثمنتاشر كام يا كابتن كريم احنا بنتكلم فاربع على اتنين مفيش حد ماسك وتلعبت وجد جوه تيجي في الهدف التاني يا كابتن كريم هدف التاني كمان بوضخ لك قديه ان احنا كنا فقدين حالة التركيس الراجل الراجل المهاجم سقط لتحت سقط لتحت اللي احنا بنقول بنقول دايما للمهاجم اسقط لتحت عشان تجيب مين تجيب المدافع فاللي جيه معه معه محمد عبد المين اه اي هيا بتثبت بص حضرتك محمد عبد المين لا احجازي داخل جوه ومغطي ولا ومين اللي موجود هنا في ناحية الشمال ده النني اللي المفروض يكون فين تمركزه الله يكرم اللي المفروض يكون تمركزه مكان حتى لو نزل هنا المفروض اللي ينزل ويرجع محمد عبد المين مع احجازي اللي اتنين موجودين وموجود معهم محمد هاني تلاقي نفسك مهما يحصل ما عندكش مشاكل ليه كرة هتيا لو اتكرة لعبت للرجل اللي داخل كده من الهاظ هتلاقي عبد المين عم طلع برا اللعب اتحطت لكرة بقى مين اخر واحد دلوقتي حجازي يوم حجازي يعمل حاجة احنا ما بنطلبهاش دايما من اللاعبة لما تكون اخر واحد بيرعب اللي هو انك ان نعمل ايه تاكلينج تاكلينج ده ومخدتش الكرة اذا انا بقيت ايه بقيت برا اللعب الراجل بقى راح لوحد زي ما حصل في الهدف وجه جون فيه اخطاء كبيرة وقعنا فيها كمنتخب المفروض الاخطاء دي ما نقعش فيها وخاصة لما بتلعب باتنين كمان ارتكاز مين اللي اني محمد فتحي فبالتالي المفروض يبقى قدامي استردباكين بتوعي مصدات علشان خطر ما وصلش لمرمشناه بسرولة كده كابتل عبد الحميل في الانترو انه يبقوا محميين دايما المدافع دايما يبقى متساب له واحده كده طبعا ووريني شطارتك طبعا يا كابتن الموقف الدفاع الجيد بيتولد منه موقف هجومي جيد ايه بمعنى انا منظم دفاعيا شكرا يا كابتن واموري بخير بمجرد ما بقطع الكورة بطلع بمنتهى التنظيم اطلع على صلاح اطلع على تريزي جي اطلع على مصطفى محمد في طلوع اللي اتنين الديفندرين سواء ان كان حمدي او ان كان زيزو فيبيديلي افضلية وبيديني زيادة عددية ايوه انما حضرتك زيزو وصلاح قفلوا الجبهة على هاني النهاردة كان هاني مالوش اي دور هجوم يعني انت لما تيجي تشوف هاني عمل كم كورس النهاردة هتلاقي عدد الكورسات انا اسمع من كده كابتن الحميد وحراك بقدر هتأكد ده وتوضحها وتقول لا بس انه كنتنا بتشوف برضو محمد هاني في مواقف دفاعية وحيد اتنين بقى ثلاثة عليه لا فيه زيزو بيساند ولا سرح بيساند علشان الكل ما بيبقاش تحت الكور ايوه احنا حضرتك احنا حضرتك استسهنا لما بتيجي تشوف اداء منتخبنا الوطني مع المنتخبات الكبيرة الكبيرة والقوية هتلاقي انهم كلهم دايما منظمين وكلهم تحت الكور ايوه فبالتالي ما بتتخلقش عليك فرص بالسهولة اللي تخلق عليك من موزمبيق يعني انت بتتكلم في فريق اول مرة يحرز في مرموك اهداف فبالتالي اخطاء كبيرة وده من استسهال المحر اسألك سؤالة كابتن عبد الحميد الحراك مدرب كبير ومعك مثلا فريق طلع على الجيش وانت راجل تراجل خدت بتورك بالطريقة اللي انا هقولها دي تراجل تحرص الدفاعين بشكل كويس تنظم دفاعي بشكل كويس في ناس سؤالة بتعلم الهجمات محترمة لم تكن تلعب مع منافس يبدو انه اقل منك في الامكانيات او في العدد اللاعبين او المدربين هل بتستغنى عن الدفاع هل بتقول اخد مخاطرات هجومية ولا برضو بتعتمد انه يبدفاع قوي وبعد كده اشتغل هجومي بشكل كويس اطلاقا مفيش طريقة في الدنيا مفيش طريقة في الدنيا ما بتشتغلش مبين اننا نكون منظم دفاعية واننا نكون منظم هجومي الاولوية فين فالاولوية دفاعية ايوه دفاعية ليه طول ما مرماية متأمن من الاهداف انا كفيل ضربة الجزاء دي لو جات يا كريم واحنا صفر صفر اصلا في الدنيا 95 كان هتبقى ضربة الجزاء مكسب مزبوط ليه مفيش في مرماية اهداف صح انما طول ما مرماية بيومنا باهداف بتدينه صعوب وبتوترني وصدرت مشاكل انت لو شفت الشكل على الجهاز الفني واللعبة داخل الملعب بتعصبنا فالعصبية كمان بتفقدك تركيزك بتفقدك بتبقى بينك وبين كريم خطوطين وبتباصي غلط صح بتتمركز غلط بتاخد الكرارات الخطأ صح فبالتالي لا احنا النهار ده درس كويس كويس ان انت مخسرتش كويس ان انت تعدلت كويس ان انت خدت ده بدري علشان يقولك مفيش مباراة في كرة القدم سهل سهل لازم تحترم جميع المنافسين بغض النظر عن اسماء زي ما بتحترم وتلاعب المطش الود اللي لعبناه ضد الجزائر وقدمنا مباراة فنية على اعلى مستوى لازم تحترم مزمبيق لازم تحترم كل الفرق اللي انت شايف من وجهة نظرك ان انت افضل منه لا انا افضل بالمجهود وبالتعب وبالحالة الفنية اللي المفروضة اكون عليها كمنتخب مصر صدقني والله منتخب مصر بيملك من اللعيبة اللي عندها الامكانيات اللي تخلي اي مدرب مهما كان يلعب باي طريقة لان كل اللعيبة اللي موجودة عندها كل عناصر القرى الحديثة من مهارة ومن سرعة ومن تاكتك وتقدر تحط التاكتك المناسب ايا كان انت فكرك ايه ويطبقوا بمنتهى السورة بس لازم تلزمهم على كده لازم تخليهم ينفزوا لازم ما تسيب لهمش اللي هما يلعبوا اللي في دماغهم لازم انت كمدير فني تسيطر على الموقف وتخلي الجميع ينفز في هذا الاطار عندنا جيل من اللعيبة حاليا بيملكوا السرعة والمهارة والمراوة وكل شيء عندنا لعيبة محترمة انه النهاردة كانت معظم اللعبة ما كانتش في حالتها طيب حال ده حال ده ما يديكش ساعتها هنا ان انا انظار ان انا لازم اجري تعديلات يعني انا ممكن ابدأ بالتشكيل شايف من وجهة نظري ان انا ده هيبقى الافضل بالنسبة وبالمناسبة تشكيل ده لما كنا بنسمع التعليل قبل المباراة ونقول تشكيل جيد تمام بس ما وفقش لا احب الزبط ما ادناش اللي احنا محتاجين هنا دوري كمدير فني اتدخل فنيا واجري تعديلات من شأنها تعيد لي تعيد لي الامور اللي انا فقدتها داخل الملحة فبالتالي انا بتمنى ان تكون مباراتنا مع موزنبيق درس كبير نتعلم منه تعلم منه حاجات كتير جد لان احنا اخطأنا في حاجات كتير جد